طريقة الحصول على كوبونات السلع من وزارة التموين متاحة في الف وتلتمية منفذ. اهلا بكم مشاهد الوطن في كل مكان. خدمة اغبارية جديدة عبر شاشة تلفزيون الوطن. وزارة التموين وتجارة داخلية لسه بتواصل طرح كوبونات السلع الخاصة بشهر رمضان لعام الحالي عشرين تلاتة وعشرين عشان تيسر على المواطنين الراغبين في منح المساعدات للأسر المستحقة. من خلال الكوبونات اللي بتاحها الشركة القبضة للصناعات الغذائية بفئات مالية متنوعة. وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفر كوبونات السلع امام كل المواطنين من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية واللي وصل عددها لالف وتلتمية مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية. التابعة طبعا لشركات الجملة لا تابعة مجهتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية كمان متوفرة كوبونات في معارض اهلا رمضان اللي بتتواجد بها شركات التموين ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة او الشركة المصرية لتجارة الجملة. طبعا كل اللي عايز يعرف شكل الكوبون ايه? واسعاره ايه? يمكن هو ده الشكل بتاع الكوبون اللي ممكن تشتريه واسعارها متفوتة امام كل المواطنين عشان تسهل عليهم القيمة اللي يشتروا بيها هذه الكوبونات. يمكن اول فئة معانها الخمسين جنيه. ممكن تروح تشتري تسفع خمسين جنيه تاخد كوبون زي اللي وراي ده كده خمسين جنيه. في كمان ما ميت جنيه ومية وخمسين جنيه وامتين جنيه متين وخمسين جنيه وتلتمية جنيه. يعني معانا ستة اسعار مختلفة بس babys وحتى وتلتمية جنيه. طبعا طبعا نزل التموين التجارة داخلية حطت شروط لصرف السلع بالكوبونات دي. واللي لازم لكل يعرف ايه هي الشروط الخاصة بالكوبونات اللي هي قيمتها من خمسين وتلتمية جنيه. اول حاجة عشان البعض لو هتساعد بعض الاسر وتروح تشتري كوبون تود ازده لهم ما تفتكرش ان هو هاخد الكوبون وروح يبدل بفلوس لا ما فيش استبدال الكوبون بالفلوس الكوبون هتروح بقيمته تشتري آآ منتجات البون بيستخدم مرة واحدة بس صار في قيمة البون بيكون من فروع منافذ وشركات وزلط التموين كمان عايزين لقول لكم من خلال النشانة الاخبارية ان وزلط التموين والتجارة الداخلية بتواصل العمل على طرح جميع السلعة الغذائية مكارونا ورز وزيت وسكر وديق وعس وفاصوليا والحوم بلدي والحوم سوداني وفراخ مجمدة والبيض كمان كل داخل كل معارض اهل رمضان على مستوى الجمهورية عشان تم توفرها امام كل المواطنين كمان جميع معارض اهل رمضان وسائلات متنقلة شغالة مش لحد رمضان لا حتى نهاية شهر رمضان المبارك بازن الله وفي تشديد ان الدولة المصرية بتعمل بشكل جاد وحقيقي لضمان توفير السلعة باسعار مخفضة خلينا لكم كمان انوزوات التموين والتجارة الداخلية علمت ان فيه ربعمية وستين معرض لاهل رمضان غير كمان معاهم متين وستين سيارة متنقلة بمختلف محافظات الجمهورية عشان يتم بتوفير السلعة الغذائية للمواطنين سواء زيت سكر رز مكارونا لحوم بلدي ولحوم برازيلي ولحوم سوداني ودواجن وبيض بتخفضات بتوصل لتلاتين في المية من سعرها في السوق العادي كمان فيه تخفضات هائلة على اسعار اللحوم البلدي والدواجن والمكارونا والروز في كل معارض اهلا رمضان وزلات التموينة التجارة الداخلية قالت كمان ان الهدف في المعارض اهلا رمضان السلادي توفر كل السلعة الغذائية امام كل المواطنين المترددين على هذه المعارض لشراء مستلزماتهم اكيد كمان ان المعارض شغالة حتى نهاية شهر رمضان الكريم عشان توفر كل السلعة الغذائية واكدت ان فيه حملات رقابية عشان ما فيه مراقبة على الاسعار الخاصة بالسلعة الغذائية داخل معارض اهلا رمضان متأكدوا من حاجتين الالتزام بالاسعار المخفضة وكمان السلعة المعروضة داتة جودة عالية او جودتها عالية عشان البعض بيخاف ويقول لك معنا ان هم عاملين تخفيض في السعر يبقى السلعة الموجودة جودتها اقل من موجودة في السوق الكلام ده غير حقيقي بالمرة لا السلعة في معارض اهلا رمضان جودتها عالية زيها زيها في السوق ولكن اسعارها اقل وفقا التخفيضات المتفق عليها مع عوضات التجارة والتموين وزي ما قلنا فيه رقاب على هذا الموضوع بشكل قوي جدا جدا وانا لكم ان عندك الف وتلتمائة منفذ في مجامعات الاستهلكية تقدر تجيب بيها هذا الكوبون فقاته زي ما قلنا من اول خمسين جنيه تصل الى تلتمائة جنيه خمسين ومية ومية وخمسين ومتين وخمسين وتلتمائة جنيه تقدر تشتري اي عدد من كوبونات هتستخدمها انت او هتديها لبعض الاسر مستحقة اهم حاجة فهذه الشروط ما حدش يفتكر ان هياخد الكوبون وروح يبدله بفلوس لا هتروح بالكوبون وتقدر تشتري به اه سلع بنفس الاسعار او بنفس قيمة هذا الكوبون سواء بخمسين او مية او مية وخمسين او متين او متين وخمسين او تلتمائة فتستفيد من هذا الكوبون وتستفيد انك تصرف به سلع باسعار مخفضة تصل الى تلاتين في المية تخفضات عن سعرها في السوق العادي كده موضوع فقط الاهمية هنفضل متابعين ومعاكم ان شاء الله سواء قبل شهر رمضان وكمان خلال شهر كريم كل عام وانتم بخير واستنونا في خدمات اخبارية جديدة فقط عبر شاشة تلفزيون الوطن